السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني? ايوة تفضل لسنية ام شيعية? لا شيعية. شيعية? انت حتى الاية ولا سوف يعطيك ربك فطرده? اي شنو يعني? بس الحسين بيعطي عندك ايضا صح? الحسين ينطي بامر الله. ايوة يبقى لا فرق بين الله وبين الحسين. الحسين بيعطي ايضا والله بيعطي. يبقى المفروض ما تبعيش حتى الاية كده. ولا سوف يعطيك صورة لك في البروفايل بتاع الواطس. ولا سوف يعطيك ربك فطرده. فممكن يعني ربنا بيعطي للنبي. لكن في غير الله بيعطي مرضه. ممكن يعطي للنبي. ممكن يعطي للبشر والحسين. اعتكي الحسين. ممكن تقوليه? خلي اقول لك. اه خلي اقول لك. اه ازرائيل. ازرائيل ياخد الارواح. هو يتوفق ملك الموت الذي وقل بكم. فديت عمل ملك الموت. الله سبحانه وتعالى جعله يقبط الارواح. مس مش ازرائيل ياسمه ملك الموت. فيقبط الارواح. نعم. بيقبطها قل يتوفق ملك الموت. هيقبطها باذني من الله تبارك وتعالي. لكن ملك المد دا ما بيرزقش. ملك المد ما يروحش يقبط روح الا باذني من قبل الله تبارك وتعالى و vielen من قبل على ايب ملك الموت. على ان الحسين بيعطي. هو انتم عندكمش اي ادلة خالصة فتنة الشعية. هو ليه كل شيعب نطلب منه دليل يروح يجيب لي دليل تاني بيتكلم في موضوع تاني. ما تجيب لي من الكرآن ان الحسين بيعطي. فكرة لعقلك. احاول اوصل الفكرة ان ازرائيل ياخذ او ملك الموت مثل ما تقول. ياخذ الارواح باذن الله. عيسى يحيي الاموات باذن الله. اذن اهل البيت ينطول للناس باذن الله. دليلك. وابو بكر وعمر والصحابة بيعطوا باذن الله. ايه اذا متأمنون بهم روحوا بس انتم متأمنون. لا يعني انت تخالفين ما انا اقول ابو بكر بيرزق باذن الله. اخالفك لان ابو بكر كافر بالنسبة لي. لا هو ممكن دين امك انت اللي هو فيه كفر وكده. فخليك مؤدبة ما تحاوليش تسيء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخليك على الاتصال معي. اول حاجة هتقول لي تب ازاي ابو بكر بيعطينا باذن الله. هقولك عيسى بيحي الموت باذن الله. ايه 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 ازرائيل بيجبض الروح باذن الله. هعمل زي كده وهيجي واحد تاني واقل لك ايه المرزى غلام احمد بيرزق ويحي ويميت. دليلك ايه. عيسى بيحي باذن الله. ملك الموت بيأخذ الأرواح بإذن الله والتاني هيجي يقول لي احنا الحاخام اليهودي دوت بيرزق ويحي ويميت ويعزق دليلك ايه عيسى بيحي بإذن الله وملك الموت بيأخذ الأرواح هو انتو يعني الخبل اللي في دماغكم ده مش هتفوقوا منه ما تجيبي دليل على ان الحسين يخلق ويرزق ويحي ويميت الدليل من القرآن الكريم هديلي دليل ان الحسين بيخلق ويرزق ويحي ويميت يا ستي الحسين بيعمل كل شيء للحسين نساب الطفل عبدالله الرديع نسابه كده يقتل والدماء تسيل منه لماذا ترك النساء آل البيت سبي عندي يزيد في قربلاء ما ان الحسين بيفعل كله بإذن الله فضل أجيب خلينا ندخل بهذا المحور ما دام انت قلت الحسين الحسين انقتل وهو يعلم الغيب مصحيح هذا اشكالكم عشيعة لا لا مش اشكال عن علم الغيب مع انك مش هتعرفين تجي بعلم الغيب لا انا اشكالي ليه الحسين ما فعلش كل ذلك بإذن الله زي ما انت كنت بتقولي دلوقتي لماذا لم ينقذ التفل الرديع مع انه بيفعل كل شيء بإذن الله لماذا لم ينقذ النساء ولا يكونوا سبي عنده يزيد بإذن الله تفضل ها هسا قلك ليش يعثروا سمية من استشهده بمرأة من الرسول الرسول ليش ما انقذهم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيده ولاية تكونية ما كان في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة لكن النبي لا يعلم الغيب ولا بيد ولاية تكونية ولا بيتحكم في جميع ذرات الكون وقال ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فسوء الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد حينما شج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وسال الدم الشريف على وجه وقسرة رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان يعلم الغيب لستكثر من الخير وما مسه السوء تعالي بقى نرجع تاني وهفضل مسكك في النقطة دي ومش هتهرب منها لماذا الحسين إن كان يرزق ويعطي لماذا لم ينجي الأطفال في قربلاء اتفضل لأنه هو اختبار اختبار للناس وللمسلمين طب ممكن تقول لي أحد الحسين رزقه أو أعطاه إحنا بالنسبة إنا الشيعي نعم أوهو أوهو إلا أنت هتغني أغاني أفريقية وليمش أنت الشيعية لاتصلت لأول مبرح وقلتلي القرآن محرف يا بيت لا أنا ولمرة اتصلت أنت ترى إن القرآن محرف القرآن هاي شكال لأكو بس إحنا عدنا الشيعي هذا الموضوع به شكال لا إنتي 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 بتاع أنا بأسغل كيش عن الشيعي أنا بأقول لك إنتي بتعتقد إن القرآن محرف إيه ودعا أقول لك أنا عدنا شكال إنه القرآن إنه هو مو كامل الكامل ويل الإمام الحج عليه طب جميل إنتي بقى بتقوله النبي أمرنا بالتمسك بالقرآن والعطرة بالثقلين الثقل الأكبر والثقل الأصغر القرآن والعطرة طب الكرآن فين؟ محرف يعني ده مش لا ده القرآن اللي جمعوا عثمان خلاص هاسيب القرآن هاتمسك بالعطرة العطرة فين هربانة وغيبة يبقى إحنا دينا دين ضلال يا أختي يعني إحنا دينا دين ضلال إيه القرآن محرف ومش موجوز في أي شيء صحيح والعطرة غيبة نتمسك بإيه بقى؟ نتمسك بالمراجع اللي امتهنوا النساء باسم المتعة واللي سرقوا الأموال باسم الخمس نتمسك بإيه لده من القرآن ها دلوقتي مش صحيح اتفضلي أجيبني بسم الله عليك ما تغيري الموضوع نتمسك بإيه؟ انتسمك الأول نور لا أعوزه متأكد يا والله مش مهم طيب يا أستاذة نور دلوقتي الكرآن محرف ومش صحيح والعطرة هربانة نتمسك بإيه يا نور هاي بالنسبة إليك العطرة هربانة؟ مال هي فين العطرة؟ فين العطرة؟ بإن أقول لك بس لحظة سيلك سؤال أنت بالنسبة إليك الحسين شهيد لو مشهيد سيمينا دلوقتي من موضوع الحسين سيمينا دلوقتي من موضوع الحسين لعن الله من قتل الحسين أوعن على قتل أوراديا بقتله الشهيد السعيد ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحياء عند ربهم مش عندنا هنا كل شهيد بقى هنقول أنه حي ويسمعنا ويرزق ويعطي سيميكم موضوع دلوقتي عشان ما نتنقلش الموضوع بس معلش أنت العطرة فين؟ أنا قلت هربانة أنت بتقول العطرة فين؟ العطرة بالنسبة إلينا موجودة فين؟ يعني فين تريدها شنة؟ أحياء يبقون طول العمور شلونة يعني مثلا؟ طب إزاي أنت تمسك بالعطرة وهي مش موجودة؟ فين إمامك المهدي؟ شان متمسك بالرسول هو ما موجود شان متمسك بالرسول هو ما موجود؟ شان متمسك بالرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول اللي موجودة إيه؟ هما لعد إنت شنة تضحك عليّ لو شنو؟ يعني هما سنتهم موجودة أو إيه سنت الرسول؟ يا سيدان لأنا عايز أسمعه منك عشان تسكوتي وفي الآخرة تأخذي رساس الرحمة اللي بنعطيها للمعممين أول حاجة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يا شيعي يا موالي قال لنا إيه؟ قال لنبي عليه الصلاة والسلام عيازا بالله تمسكوا بيها 23 سنة اللي أنا هعيشهم فقط وبعد كده لا تحتاجون لي لي يا رسول الله ما إحنا عندنا سنتك؟ لا 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 تمسكوا بسنتك مال في إيه؟ في سنة تانية هيجوا بعدي هيعودوا 200 سنة بس وبعدين هيموتوا السنة الأئمة عندكم اللي بقالهم 1200 سنة فالسنة بتاعة الأئمة موجودة بقالها 1200 سنة فالنبي أتى وقال لنا دعوا سنتي وتمسكوا بسنة أناس آخرين لذلك الشيعي يعني لا تجد في دينه يتمسك بسنة النبي كتاب الكافر اللي فيه أكثر من 16 ألف رواية عدد روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم 92 رواية فقط ليه علشان الأخت نور بتقولك لا ما إحنا عندنا بقى سنة العطرة نتمسك بسنة العطرة فطرقنا سنة النبي وتمسكنا بسنة العطرة لماذا لا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضل أسئلك سؤال أنت تؤمن آية المباهلة اللي موجودة بالقرآن؟ ما لها آية المباهلة أقرأيها كده آية المباهلة أسه بغض النظر أقرأها أو لا لا إقرأيها مش أنت بتستدلي بأي أنا نسيت القرآن محرف عندك طب السيء إزاي تستدلي بيهو القرآن ده الآية المباهلة ممكن تكون من صحوحة عندك كيف تستدلي بيهو؟ شو؟ التشبيك إيه مالك إيه أنت لغبطي ليه كده شبيك إيه؟ شبيك إيه مش أنت بتقولي أن آية مش أنت لسه من شوية بتعتقد بأن القرآن محرف طب إزاي بقى تقرأ آية المباهلة ليه تستدلي بيه؟ ما هو ممكن بعد يقول لك لا لا يا نور الآية دي مصصحيحة يتلاعك واحد زي دلدول تصارى مثلا حامل الكوريش يقول لك لا الآية دي مصصحيحة المهمة تنزل معك ما لها آية المباهلة؟ المباهلة ليش ما طلع عمرو أبو بكرويا؟ ليش طلع سيدة فارس؟ لأن أي أحد هيباهل أنا هروح أخذ جاري هقول للجاري تعال معي يقول لي رايح فيه؟ هقول له تعالى تعالى علشان هباهل عليك هو اللي بيباهل بيباهل بجيرانيه هو اللي بيباهل بأهله لذلك انت عندك في كتاب علا للشريع للصدوق قال إن في كتاب المفيد قال إن الأسقف وعبد المسيح قالوا إذا خرج محمد بأهله فلا تباهلوه وإذا خرج بأصحابه باهلوه ولذلك النفوس مجبلة على الخوف على الأقارب أكثر من غيرها يعني وقد ربت مثلا قبل كده ما تكلمت أنا بحب مثلا إمام الحرم فما يجي أقول لك يا رمي عيسى أنت ترى أخوك أفضل ولا إمام الحرم أقول لك لا مفيش مقارنة إمام الحرم أفضل من أخي أنا أرى بكثير طيب بتحب أخوك أكثر ولا إمام الحرم هقول لك مفيش مقارنة أحب أخي أكثر فالنفوس مجبلة على الخوف على القريب أكثر من الخوف على الصاحب فواحد هيروح يباهل هياخد إصحابه معاه لا هياخد أهل بيته لكن إنه بيخد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في المباهلة فيها إيه دليل دية؟ الدليل ده فيها إيه؟ وأنفسنا وأنفسكم فيها إيه الدليل دية؟ أنفسنا وأنفسكم إيه اللي يقول علي مام علي أنفسنا وأنفسكم يعني الإمام علي هو نفس النبي صح؟ صح طيب عائشة نفس النبي أجيب لك دليل؟ إيه؟ قال تعالى لقد جاء قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فيها زوجة النبي فيها نفس النبي وبتعلم الغب ومعصومة سكيته ليه؟ لا.. لا هي البؤك يا أختي وخليك معي فقط تعالي والصحابة نفس النبي السحابة يا نور نفس النبي الله سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليّ ما عنيتم حريص عليكم بده أقوى من آية علي علي وأنفس رو أنفسكم فقط لكن دي جاءكم رسول من أنفسكم وحريص عليكم فالنبي كان حريص على الصحابة هوت والصحابة طلع نفس النبي صلى الله عليه وسلم رديلي على دي يبن لا 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 رد عليها الأول بالآية لأنا استدللت بيها الآن لن أنتقل لشبهة أخرى رد عليها بالآية لأنا استدللت بيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم علي نفس النبي عندك خلاص الصحابة نفس النبي هو وعائشة نفس النبي بس خلنا في آية الصحابة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزون عليهم معناتهم حدثون عليكم فما معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم فضل دي اسمعني ليه فارة عن عائشة ليش خلينا رد عليك طب لقد جاءكم نصره من آه طب عائشة نفس النبي بهذه الآية ولا لا خلي جاوبك عائشة طلعت على الإمام علي في معركة الجمل لو لا طب وتسببت في قتل المسلمين قالي ده أقول لك طلعت على الإمام علي في معركة الجمل لا لا ما طلعت على الإمام علي أسل الإمام علي عندك كان خايف من عائشة كله بيخاف من عائشة في دينها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وأشار قن يقصد بيت عائشة وقال من هنا يخرج كرن الشيطان طب لماذا لم يقول عائشة كان خايف من عائشة بيستخدم التقيه حتى الله عياذا باللف دينهم كان خايف من عائشة ضرب الله مثل الذين وامرأة نخوة امرأة طلط إلى المثل ده ضربوا العائشة طب ربنا لم يذكر عائشة ليه في الآية دي كان برضو استغفرها في دين الإمامية القذر كان خايف من عائشة وكان بيستخدم التقيه طب والإمام علي حربت الإمام علي وقتلت المسلمين طب والإمام علي عمل ليه أرجعها معززة مكرمة إلى المدينة ليه كان خايف من عائشة سبحان الله يعني عائشة دي عاملينها جبرود لا احد يقدر عليه بابه يا وامي رضي الله عنه العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات خرجت عائشة رضي الله عنه للإصلاح وكانت في الجيش ممن خرج معها لم تخرج بدون محرم خرج معها ابن اختها عبدالله ابن الزبيد ده رقم اثنين وخرجت للإصلاح وارجع عليه رضي الله عنه معززة مقرمة ولم تخرج للقتال ده رقم تطالب بأرض فدك تطالب بحقها مو تطلع اه طيب تطالب بحقها كيف تخطب في المهاجرين والأنصار ترد انت يا نور تيجي مسجد في رجال أهل سنة وتقفي على المنبر تخطب في الرجال اي عادي عندك عادي وكل حاجة عادي ولمتع بالبكر بغير إذن وليها عادي وانك تخرجي تقفي في الرجال عادي اه عندك انت يا ماما عادي لكن فاطمة الطاهرة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش عادي الله سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكنا فكيف تخرج فاطمة انت بقى ترد انك تخرج انت انت ترد تخرج وتقفي على المنبر كده وتخطب في الرجال عادي ده عندك عادي وجوزك يبقى قاعد في البيت عادي لان سيدنا علي عياذا بالله طرق فاطمة وجلس في بيته عياذا بالله كفاكم تعني في فاطمة يا نور كفاكم تعني في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم انت استدلت بآية شفت ما رحت تشعبت ازاي ألزمتك وجبتك وربطتك ورجعتك تاني لآية المباهلة بقى فما تخرجيش من آية المباهلة ومن آياتيها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجي هربت منها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي معنى فهل يفهم من ذلك أن الصحابة نفس النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيا نور كاتم صوتك ليه صوتك مكتوب نور أنا بس هاخفي رقمك أهوت وصوتك مكتوب مكتوب عليه مكتوبة يا نور ليه نور تم كاتم صوتها ليه يا نور يفتح المكالمة يا نور رحت فين يا نور ايه يا نور ضعيفتي خلاص يا نور عرفت ببطلان دينك يا نور كليش ايه ايه كنت كاتم صوتك ليه يا نور السيدة يعني ما أدره العباس يعني كارثة كارثة فضيع لا فضيع فضيع علشان بعتك بالأذلة على طول ما أنا قلتلك أهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم فهل الرسول هو نفس الصحابة خبضان انت تستدل بالقرآن غير القرآن قال ليسا النبي وقرنا في بيوتك وقرنا وقرنا يا نور وقرنا وقرنا في بيوتك يا نور ما معنى وقرنا في بيوتك يا نور يعني عائشة لا تخرج خالص يعني لا يخرجون لأي مكان لا يخرجون لسلة أرحمهم لا يخرجون إلى الحج والعمرة لا يخرجون ما معنى وقرنا في بيوتك لا نشطل عن معارك لا نشطل عن معارك لأ خرجت وما كانت خرجة لمعارك وما كانت تعلم أنها يحصل معرقة وخرجت مع ابن أختيها فلم تخرج بدون محرم لكن انت ما شاء الله الآن بتخرج في الأربعينية يا نور بالإسبوع أبوكي ما يعرفش انت فيه وتقول له أنا في المشاية وانت عارف المشاية بقى فبتخرج ده حل من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يا نور وبعدين قلت له هو اتقبل انك انت تخطبي في الرجال وتأتي في مسجد أهل سنة وتتلعى المنبر تخطبي والرجال قاعدين كده عاد فأكيد يعني ترضي بالأربعينية ده نرجع للقرآن تانية نور عندك أدلة من القرآن على تنسيجها نرجع حتى هسا اش كام وحد الشيعية انت تعانت بعرضها لا انا ما بتعانتش بعرضها انا بقول اللي بيخرج في الأربعينية انت عندكم ورب الكعبة شاهد العتاب اللي بيقول كده ارجع لشاهد العتاب شاهد العتاب بيتكلم عن اللي بيخرجه في الأربعينية بدون محرم ايه لا يوجد شيعيات بتخرج إلى الأربعينية دون محرم وشرط انه هي تكون مو شريفة لا وانا لم اقول هي شريفة وانا لم اقول ذلك يعني بس انا كنت عايزك تكر ذلك انا عايزك تكر ذلك اني بتخرج إلى الأربعينية بدون محرم طب انا سؤالي يا نور لو هي في الأربعينية هذا خرجت وتزوجت متعة حرم؟ لا مو حرم الله اكبر ده اللي عايز اسماعه منك يا نور ده اللي انا عايز ابينه للناس تخرج الشيعية تقول لي لابو انت رايحة فين يا فلانا ها مش اقول اسم انا رايحة الاربعينية للامام الحسين تمشي باليومين ايه احنا ماشيين 3 اربع ايام خمسة ايام ايه قابلت رجل في الطريق قالت له ما رأيك ايها الرجل هل تتزوجني متعة؟ او الرجل اللي قال لها تزوجيني متعة فالمتعة لا يتطلب منها اذن الولي ولا يتطلب منها شوه؟ فتزوجها وهي في الاربعينية ورجعت من الاربعينية وهي بطنها مثلا في حمل او ما شاء او خدت اي شيء لمنع الحب هل فعلت معصية في دينك يا نور؟ لم تفعل معصية فعلت معصية الباكر لا ازرب علي مابوها لا والله المرجع الروحاني اجازب بالتمتع البكر بغير اذن وليها والمرجع الشرازي هتنزل معك هي ليست بكر سيب 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 وتزوجت ذلك سمعني ما عندنا كتب صحيحة مثلكم ما انا عارف انا ما بكبلكيش كتب ما عشان كده ما بكبتلكيش الرواية موجودة في تهديب الاحكام لبأس البكرة انت انتمتع بغير اذن وليها عشان هتقولي احنا ما عندنا كتب صحيحة عارف لها تهرب منها بس المرجع الروحاني اجاز ذلك والمدرسي اجاز ذلك والشرازي اجاز ذلك خش في الموقع اكتبي الموقع الرسم رامي عيسى اكتبي كده على اليوتيوب الموقع الرسم رامي عيسى وخش على قسم الوثائق المتعة المتعة هتشوف الوثائق انا بنزلها كده مراجع كبار الان موجودين وبيقلدهم الشيعة واجازوا ذلك يا نور بس انا بقولك الان انا هتنازل معك ان هذه المرأة اسمعيني يا نور زي ما بسمع المرأة دي مش بكر سيب هل يؤذن هل لابد من ان تستأذن؟ لا ايوه ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور فواحدة بقى اتدوزت وطلقت وعندها 22 سنة مثلا يا نور ماشي 22 سنة وتلعت قالت انا رايح المشاية لابوها لا يؤذن بقى لا تأخذ اذن جواز نكاح متعة ولا اي شيء وهي طالع المشاية قبلت شخص اعجبه وبعضه هما ماشيين هي بتمشوا هما ماشيين اما لفف الورقة كده وام ايه كاتب الركب وعمل الورقة كده واما ده زي الفتحة اللي بنشوفها فا ايه الزينبية الشيعية الموالية فورقة نزل واخد الورقة فدا حيطه ده رقم موالي امت جايبها الجوال ايوه ترديد ترديد قالوا ايوه سلام عليكم عليكم السلام انت اللي راميت لي رقم كنت تبغي ايه ابغي زواج متعة قد ايه زواج المتعة حوالي ساعتين ثلاثة ايه ست خليها نص يوم طيب هنعود فين في فندق هيقابلنا في قربلاء في اوائل قربلاء كده فندق الانوار طيب خلاص ان شاء الله المهرة قد ايه انت عارفة عادي المهرة عادي ايه ست اي مهرة احنا كده كده ما فيش شهود ولا فيه اي حاجة طيب خلاص ده رقمي وانا سجلته معك وان شاء الله نتقابل عند باب الفندق ونتزوج ان شاء الله اللي فعله دوت دين بيتعبت به عند الامامية اتحدك الان تقولي ان ده حرام حرام؟ لا مو حرام بس ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور مو حرام شفتي يا طاعنة في عرد النبي صلى الله عليه وسلم شفتي ايها الطاعنة في عرد النبي صلى الله عليه وسلم وصل بك الامر الى ماذا؟ الى انك تفعلي هذا واقسم بله لا يستبعد انك ممن يفعل مثل هذه الامور يا نور والله لا يستبعد اللي يدخل يتعن في عرد محمد صلى الله عليه وسلم والمرة الفاتت شتمت ام المؤمنين يا عائشة اهو ده بقى اللي وقرنا في بيوتكونا يا نور لا انت خدتوها وقرنا في فنادكونا اه وقرنا في بيوت الفنادك وبيوت الليل وخرجوا وهوها فين اه ده نور في الاربعينية عند الامام الحسين والامام يشفع لينا لاني تركت بنتي ونور اتجوزت واحد وترعت من واحد على التاني والتالت والرابع ده حال نساء الشيعة اللاتي انتبه لا اعمم نساء الشيعة نساء الشيعة اللاتي يتعن في عرد محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا بمثل هذه الامور فترى الشيعية تخرج كما اعترفت نور هوت وتخرج وتقابل فلان في الاربعينية والله سيد شيعي اقسم برب الكعبة مهتدي يقول لي والله يا شيخ رام كنت محبة اتزوج متعة من امرأة ولا حاجة كنت اتفق معها في الاربعينية انا ما كنتش اعرف ذلك والله من السيدي الشيعة المهتدي ده وات الله يحفظه يا رب ايو والله يقول ليه مدخلة في قوافل المهتدين عندي في القناة قال لي ما كنت احب تمتع بامرأة هتمتع بيها ازاي مش عارف اعمل ايه فيقول لي كنت نلاتب في الاربعينية ونتقابل انا وهي ونتزوج متعيازا بالله ولا من شاف ولا من دري ولا حد شفنا ولا حد عمل وامثل هؤلاء بيتعنوا في عرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتعنون في ام المؤمنين عائشة كان معكم نور الشرازية الرافدية التي تعتقد بتحريف القرآن ونكاح المتع ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة